النهاردة إحنا معنا كذا ملف هنتكلم فيهم ولكن أهم الملفات اللي موجودة معنا النهاردة هي عن التعليم وعن السنوية العامة وعن المشاهد اللي إحنا بنشوفها اليومين دول طيب أول مشهد وأول ملف هبدأ به ملف حفلات التخرج حفلات التخرج دلوقتي حفلات تخرج الجامعات أو المعات حفلات التخرج دلوقتي بقت بيزنس بقت بيزنس فيه فلوس بتدفع عيب؟ لأ مش عيب على فكرة هو مش عيب العيب أنا بستخدمه إزاي؟ ودلوقتي الطلبة بقوا عارفين أنا لو طلعت رقصت في الحفلة هبقى ترند خلاص هو عارف هيرقص هبقى ترند هترقصي هتبقي ترند خلاص اتعرف طريق ترند منين؟ فكل واحد عايز يطلع يعمل لقطة ويعمل رقصة ويطلع ترند على السوشيال ميزيا الفكرة أن الفترة الأخيرة دي كل الترندات اللي بتطلع ترندات تفهم يعني أنا ليه عايزة أتصدر المشهد بمشهد تافه؟ لو أنا عايزة أطلع ترند لو أنا عايزة أبقى منشور لو عايزة الناس تتكلم عني طيب يتكلموا عني بحاجة كويسة يتكلموا عني أن أنا بمشهد مش حلوة ليه؟ وبعدين الحرم الجامعي الحرم الجامعي ليه احترامه؟ الحرم الجامعي ده المفروض أنه شيء مقدس ما ينفعش أن أنا أشغل في الحرم الجامعي أغني مهرجانات ما ينفعش عامل كده؟ يعني حتى 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 إذا هشغل في الحرم الجامعي مزيكة مش هتبقى المزيكة ديه؟ مش في الحرم الجامعي ومش هرقص نوعية الرأس ده في الحرم الجامعي وبعدين يا جماعة احنا طول عمرنا بنتفرج على حفلات تخرج وبتبقى شيء مشرف حاجة حاجة الواحد يفتخر بيها الطلبة في طلبة في حفلات التخرج اللي بيجيبه درجات عالية جدا أو بيجيبه متفوقين بيطلع يقول خطبة بيطلع يقول يحكي عن تجربته يحكي هو عاش إيه ويكتهد إزاي ونجح إزاي عشان غيره يتعلم منه طيب أنا ممكن أطلع بترند بدا برة بيطلعوا بترند بكفية فلسطين برة بيطلعوا بترند بالكلام اللي بيطلعوا يقولوا في حفلة التخرج قد إيه مصقفين قد إيه وعيين قد إيه تعلموا كويس قد إيه اكتهدوا إزاي هو ده ترند برضو على فكرة وبيطلعوا بيه وما بيطلعوش بيه ترند محلي بيطلعوا بيه ترند دولي يعني احنا هنا دلوقتي الطلبة عندنا يا حرام بيدوروا على الترند المحلي برة بيطلعوا ترند دولي بكفية كفية فلسطين بعالم فلسطين بيطلعوا ترند من هو بيطلع يحكي تجربته شفنا كام لاجئ من كام دولة من سوريا ومن فلسطين ومن غيره ومن غيره لما في جماعات برة ودخلين جماعات برة بيطلعوا يحكوا عن تجربته وأنا لاجئ وأنا سفرت وأنا اتغربته وأنا سبت بلدي بس تفوقته بس وصلت بس هنجح بس هشتغل بس همسك منصب في يوم من الأيام فيها بقى مؤثر ده ترند والعالم كله بيتفرج عليه حاجة مشرفة ايه ترند بقى لحنا طالعين فيه دلوقتي ده محافظة الشرقية فيه فيديو متداوئ يعني انتشر جدا لشاب خريج كل التجارة في الحرم الجامعي ده في جامعة الزقزي وللعلم كل من تورط في هذا المشهد فيه دلوقتي تحقيق شغال فيه تحقيق شغال لأنه ده مش مشهد نطلع بيه ومش في الحرم الجامعي الحرم الجامعي ليه احترامه وكفاية بقى حفظته انه بيطلع يرقص بيبقى ترند خلصنا الحرم الجامعي ليه احترامه الحرم الجامعي ليه قدسيته وزي ما قلت وهرجع اقول تاني بيطلع ترند على مستوى العالم الطلبة برة في حفلات التخرج على الجمال والثقافة والامر اللي بنشوفه والقصص الانسانية اللي عدوا بيها زي ما قلت لحضراتكم بيطلعوا ترند بكفية فلسطين بعلم فلسطين باغنية لفلسطين او لسوريا بنشوف اللاجئين من البلاد العربية سواء سوريين او فلسطينيين او غيرهم او غيرهم او غيرهم لم يبيطلعوا يتعلموا برة ويتفوقوا في الجامعات برة وبنشوف حفلات التخرج بتاعتهم والخطب اللي بيقولوها حاجة تشرح القلب حاجة حاجة تدعو للفخر لكن العبس اللي احنا بنشوفه والمشاهد اللي انا ما بعممش على فكرة عشان محدش يقول بتعمل في طلبة زي الفل وفي طلبة رايحين يتعلموا فعلا وفي طلبة شايفين مستقبلهم وهيوصلولو في كتير ودول الاغلبية لكن دلوقتي مش اي حد عايز يطلع ترند هتطلع تروح ترقص في الحرم الجامعي لا محدش هيقبل بكده احنا مش عايزين نتخلى عن تقالدنا وعن ثقافتنا احنا معتزين بيها وعايزين نكمل بيها يعني اي تطلع ترقص كده في الحرم الجامعي ومين المنظمين او المنظم اوعوا تفتكروا ان المشهد ده مشهد حصل في يوم وليلا او صدفة لا ده متنظم له بوس الكاميرا اللي بتصوره هي عارفة بتعمل ايه ده متنظم اختروا احسن واحد بيرقص في الدفعة ما شاء الله مش احسن واحد بيتكلم في الدفعة مش اكتر واحد جب درجات اعلى في الدفعة مش اكتر واحد مثقف مكتهد مش اللي قدر يتصدر المشهد اللي قدر يرقص في المشهد اخترناه ازايع ازايع فده مشهد بترتب له مش مشهد عفوي والمنظمين قصدين لانهم عايزين يطلعوا ترند فآه فبقيت الجامعات تسأل مين اللي نظم الحفلة دي تطلع ترند تعالوا نظمونا لأ مش ده المشهد اللي احنا عايزينه يتصدر عننا فيه مشاهد اقوى بكتير واعمق بكتير عايزينها تتصدر المشهد لكن المشاهد اللي احنا بنشوفها دي مشاهد مؤسفة وعبسية فده كان شيء لازم اعلق عليه طيب اسدت الجامعات اللي بيظهروا لو هنقول كلمة اخيرة عنهم يعني انتوا اكيد اكيد اعتقد ان انتوا معترضين على المشهد اعتقد يعني انا يعني اكيد معترضين على هذا المشهد فده كان ملا